إن هذا القرآن يهديه للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالأخوة أعطدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشرع دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا الله ويدعو الإنسان بالشرع دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان بالشرع دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم